ستة أسباب توصل لسوق الخاتمة والعياذ بالله تبعنا كويس كده علشان تحضرهم وتبتعد عنهم طبعا حضرتك أول ما شفت عنوان الفيديو حكم السجاير عايز تقلب الفيديو وعارف ان انا هقول حرام زي كده ما بتشوف في العلبة مكتوب عليها التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة وأمراض السرطان وبأرضه مكامل وبتشرب بس انا عايزك تسمعني يمكن تلاقي حاجة جديدة غير الابت إنسان ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض شديد ومن شدة هذا الابتلاء صار يقول ياريت أموت ياريت أموت بجد عشان أرتاح ويتمنى الموت امرأة أخرى من شدة عناء الحياة والغلاء والابتلاءات التي تمر بها والمشاكل الزوجية تتمنى أن تتخلص من هذه الحياة هل يجوز للمسلم أن يتمنى الموت وحتقول لي إيه إن سيدنا يوسف تمنى الموت ودعا أن الله عز وجل يميته وأن السيدة مريم فعلت هذا الأمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول سبب من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله مخالفة الباطن للظاهر إن حضرتك تظهر أمام الناس بصورة العابد لناسك الذي يتقرب لله عز وجل بالليل والنهار لكن في الحقيقة جوى قلبك أنت مرائي ومعجب بنفسك ومتكبر ومغرور فأنت ما بتلتمسش رضا الله وإنما بتلتمس رضا الناس وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار هو الفكرة عنده في الظاهر إيه الناس تقول عليه إيه عشان كده كان أول ثلاثة تصعر به من نار يوم القيامة رجل شجاع يقاتل ورجل متصدق بماله ورجل عالم قارئ للقرآن لكن الثلاثة كانوا يعملون هذه الأعمال الصالحة عشان الناس تقول وعشان الناس تمدح لكن في الحقيقة هم مش عايزين رضا ربنا سبحانه وتعالى فهم بيعملوا هذه الأعمال الصالحة في الظاهر أنهم بيعملوها لله لكن في الحقيقة بيعملوها رياء للناس وحب سمعة وشهرة وغير ذلك فاحضر هذا السبب أما السبب الثاني من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله هو فساد اعتقادك والتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالبدع والخرافات الله فرض علينا فرائض فتزيد على هذه الفرائض الله أمرنا بعبادته بكيفية معينة فتغير في هذه الكيفية تخترع في الدين ما ليس من الدين تضيف إلى الإسلام ما ليس من الإسلام كل ده وانت بتظن أنك كده بتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عشان كده أعظم الناس شكا في الله سبحانه وتعالى وأعظم الناس في سوء الخاتمة هم أهل البدع والعياذ بالله يقول الله سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وأهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فاعبد الله بما أمر الله بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السبب التالت من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله هو الإصرار على المعصية إلف المعصية التعود على المعصية في الدنيا حتى لو كانت صغيرة فينشغل بها قلبك ولسانك وعقلك فتأتي عند الموت فيشغلك الشيطان بما تعودت عليه في الدنيا من عاش على شيء وتعود على شيء مات على هذا الشيء لأنه متعود عليه والعياذ بالله مثل هذا الرجل الذي تعود على خداع الناس فجاءت امرأة يوما تسأله على حمام يسمى حمام من جاب وكان بيته باب البيت عنده يشبه هذا الحمام وكانت المرأة جميلة فقال لها هذا هو الحمام وعندما دخلت إلى البيت فوجئت أنها خدعت فخدعت الرجل وقالت له أرغب أن تفعل معي كذا وكذا لكن ائت بكل أنواع الأشياء التي تسعدنا فخرج ونسي الباب مفتوح ثم عاد ولم يجد المرأة فتعلق قلبه بها وانشغل عقله بها فظل يردد هذه الكلمة حتى عند موته يقولون له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يكرر على فراش الموت قائلا يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جاب وآخر عند موته يقولون له قل لا إله إلا الله فيردد بلسانه أنواع الموسيقى والغناء التي تعود على سماعها في الدنيا فيختم له بها عند موته أما السبب الرابع من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله حب الدنيا كلما ضعف الإيمان في القلب كلما زاد حب الدنيا حتى يطغى على القلب فلا يبقى مكان لحب الله سبحانه وتعالى يقول يحيى بن معاذ حب الدنيا خمر الشيطان فمن سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموت نادما بين الخاسرين والعياذ بالله يقول الله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أما السبب الخامس من أسباب سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم منها هو تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى إن القلب يتعلق بالفلوس يتعلق بالدنيا يتعلق بالنساء يتعلق بالغناء يتعلق بالشهوات قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة كل دول من التعساء في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة والعياذ بالله حكى بعض العلماء أن شابا سافر إلى بنكوك لعمل الفاحشة وكان سكرانا وتأخرت عليه خليلته فتعب فلما جاءت من شدة فرحته سجد تحت قدميها تعظيما لها فمات ولم يرفع رأسه إلا وهو ميت تخيلوا هذه الفاحشة والصليط الحدفين تخيلوا إن قلب يتعلق بغير الله كانت خاتمة إيه أما السبب الأخير من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله التسويف بالتوبة وبالعمل الصالح سوف أتوب لما يبقى عندي عشرين سنة سوف أصلي لما أكبر ويبقى عندي ثلاثين حب ألبس الحجاب لما اتجوز حب أعمل كذا لما يبقى عندي أربعين سنة حصلي وحصوم وحفظ على العبادات وأد الزكاة وروح حج لما ولما ولما سوف وسوف التي لا تنتهي أبدا وكأن حضرتك معك سك من ربنا بمعاد الموت إلا حتموت فيه اسمع لقول الله تعالى وهو ينبهك ويحذرك وينادي عليك بقوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله يا حسرة على ما فردت في جنب الله وقتها حتتمنى أنك ترجع للدنيا تاني علشان تكثر من الأعمال الصالحة وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى لكن للأسف حيكون الرد شديد جدا اسمع لقول الله جل وعلا وهو يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيكون الرد كلا إنها كلمة هو قائلها ويقول الله جل وعلا في قرآنه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولي أخر الله نفسا إذا جاء أجلها هذه ستة أسباب تؤدي إلى سوء الخاتمة والعياث بالله لو حضرتك كنت تريد بالفعل أن ربنا يختم لك بخاتمة حسنة إياك إياك أن تقع في هذه الأسباب إلى أخي وصديقي وأبي وأختي إلى كل مدخن عايز النهاردة نتكلم مع بعض حوار بالعقل من الألب حوار المحبين لبعضنا كده أنا مش عايزك تتصدم كده من العنوان وتقول لي أنت حتقول لي حرام وحلال لا أنا عايزك النهاردة تسمعني عن التدخين أيا كان نوع التدخين سواء كان التدخين العادل لكل الناس بتعود عليه عن طريق السجار والشيشة أو التدخين المطور دلوقتي عن طريق السجار الإلكترونية وغيرها كله سواء كله في الضرر زي بعضه ومحصل بعضه ومشاء الله دماغ المصريين متكلفة لدرجة أنك لما تبحث في الموضوع تلاقينا بننفق على السجائر سنوياً ما يزيد عن أربعين مليار جنيه يعني تخيل ممكن نبني بيهم كم مصنع ونجوز بيهم كم شاب وفتاة ونبني بيهم كم شقة لكن بنضيحهم كلهم على المزاج المتكلف تسيبك من ده حتقول لنا مال أنا وما الأربعين مليار وما يعني كانوا طالعين من جيبي أنت حضرتك دلوقتي اللي بتسمعني دلوقتي أيوة أنت على أقل بتشرب علبة واحدة في اليوم في 35 جنيه يعني تخيل كده في الشه بتنفق حوالي 1050 جنيه على السجائر بس يعني في السنة يعني 1050 في السنة 12 شه يعني حضرتك بتنفق سنوياً 12600 جنيه على المزاج والدماغ بتاعت حضرتك يعني لو ربنا قدرلك تعيش 30 سنة بتشرف فيهم سجائر بتخسر من فلوسك وجيبك ودمك 378 ألف جنيه في 30 سنة دول ده لو السجائر مزاجش سعرها زي الدولار ما بيزيد وغيره ده كده في النهاية أمور بسيطة ممكن تقولي أنا بتعب وبشتغل وبأصرف على دماغي فيه ايه يعني؟ طبعاً ده كله من فلوسك من جيبك سيبك من موضوع الماديات اللي ممكن أنه يتعوض لكن المشكلة في صحتك اللي بتضيع كل يوم منك وكل يوم بتخسر جزء فيها سواء بقى كان مصاريف علاج مصاريف كشف مصاريف أدوية إلى غير ذلك مادة النكوتين اللي موجودة في السجائر اللي ممكن تؤدي إلى حالات الإجهاد المبكر أو موت الجنين مبكراً في بطن الأم سواء كانت هي المدخن المباشر أو اللي بتاخذ من حضرتك وانت بتدخن في البيت مادة النكوتين اللي لها أضرار سلبية كتير جداً من أن هي ممكن توصلك لدرجة الإدمان اللي هي ممكن تعملك سرطان الرئة والعياذ بالله اللي هي ممكن تعملك ألام صدرية حادة زي الرب وغيره اللي هي ممكن توصل حضرتك لرعشة في العضلات اللي هي ممكن توصل حضرتك لمصائف في الجهاز التنفسي والقصب الهوائية إلى غير ذلك من الأضرار التي لا تعد ولا تحصى بسبب مادة النكوتين اللي موجودة في السجائر صحتك مش غالية عليك؟ صحتك مش مهمة؟ طيب أولادك زنبهم إيه؟ إنهم يشموا الريحة الكريهة دي من بؤك في الليل والنهار زنبها إيه زوجتك؟ إنها تقرب منك وإنت حاطد في بؤك مادة مدمرة لها والأولادها والحضرتك تخيلوا 13 مليون مدخن علاقتهم الأسرية سيئة للغاية بزوجتهم وأولادهم بسبب التدخين كل ده مش كافي إنك تراجع نفسك وتقول أنا حرم السجائر دلوقتي أيوة وإنت بتسمعني ترميها من إيدك وتقول عهدتك يا رب إن أنا مرجعش أبدا ليها مرة تانية اقروا عن الناس اللي كانت مدخنة وتابت لربنا سبحانه وتعالى قبل ما يموتوا على السجارة اللي تعودوا عليها لأن من عاش على شيء مات عليه ما تضمن شيء إنك وإنت بتموت والروح بتطلع منك ماسك سجارة في إيديك بدل ما تقول لا إله إلا الله قاعد تشد في الأنفاس نفس ورى نفس لحد ما تخرج روحك في النهاية بس عايز أقولك أنت لو صممت وعندك إرادة وعندك عزيمة وتوكلت على الله ودعيت المولى إنه يوفقك ويكرهك فيها وصحبت صحبة كويسة تعينك على إنك تبعد وبعدت عن الصحبة السيئة اللي بتفكرك بالسجاير لو عملت كل دول تأكد والله العظيمة هترجع لها مرة تانية هم أسبوع أو اتنين أو تلاتة هتتعف فيهم شوية علشان تبطل العادة القبيحة دي لكن في النهاية أنت الكسبان أموالك كسبان صحتك كسبان زوجتك كسبان أولادك كسبان حياة نظيفة طاهرة بعد دا كله مش عايزنا أقولك إن السجاير حرام وإن ربنا قال لنا في القرآن ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وإنت كده رايح للتهلكة ركب قطر مش عايزنا أقولك إن ربنا قال لك ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة بقى الرحيم يرحمك وإنت مصمم تعذب نفسك بالسجارة بقى مش عايزنا أقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر لنفسك ولا ضرار لغيرك وإنت مصمم تضر نفسك وتضر غيرك وتخلف حبيبك وفي الآخر تقول أنا بحب النبي فين المحبة دي بقى في النهاية مش عايزنا أقولك إن ربنا قال ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم وصحتك نعيم حتتسأل عليها وفلوسك نعيم حتتسأل عليها وزوجتك وأولدك نعيم حتتسأل عليهم وحياتك وبدنك وجسمك وشكلك نعيم حتتحاسب عليه يوم الإيامة لما ربنا يسألك أنت مستعد تقوله إيه أفضل سجارة حضرتك حتنتفع بيها في الحياة هي السجارة اللي حترميها من إيدك دلوقتي ومش حتقرب لها أبدا بعد ما سمعت الكلام ده وأتمنى تفكر فيه بعقلك وألبك وبحبك في الله بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربة كل مكروه وأن يزيل هم كل مهموم وأن يجعل لكل إنسان من كل ضيق مخرجة ومن كل بلاء عافية وأن يشفي كل مريض اللهم آمين أن يتمنى الإنسان الموت بسبب ضر نزل به أو ابتلاء ابتلاه الله عز وجل به أو مرض شديد أو نحو ذلك هذا من الأمور التي نص العلماء على كراهيتها وهذه الكراهة قد تصل إلى درجة التحريم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم صراحة عن هذا الأرض ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به يعني لا يطلب أحد الموت ولا يتمنى أحد الموت بسبب ابتلاء أو ضرر حدث له فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الفعل الصحيح لا تتمنى الموت ولكن ادعو بما هو خير لك عند ربك جل وعلا سواء كانت الحياة أو الوفاة وأيضا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى النهي عن تمنى الموت وعدم الدعاء به على النفس وأن الإنسان لا يدعو به أبدا لأن الموت سبب لانقطاع العمل ولا يزيد عمرك أيها المؤمن والمسلم إلا خيرا إذا كنت محسنا في هذه الأعمال ففي صحيح مسلم أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم إن قطع عمله ولا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا عمرك دا أنت بتستغل في الخير بتذكر في ربنا وتقرأ في القرآن وتصلي فيه وتفعل فيه الخير وتتصدق فيزيد حسناتك ويقربك إلى الله جل وعلا لكن إذا مت وخرجت الروح من الجسد انقطع عملك ولا يبقى لك أي شيء بعد ذلك إلا محاسبة الله لك جل وعلا وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فيزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب يعني أنت في الدنيا واحد من اثنين إما بتعمل أعمال خير وإحسان وبر وتقوى فتزداد حسناتك وخيراتك عند الله وإما مسيء ومقصر في حق الله جل وعلا فتعود وتتوب إلى الله جل وعلا قبل أن يأتيك الأجل ومن يتمنى الموت يظن أنه ينتقل إلى دار راحة والله أعلم بهذه الدار لأن الموت هو عبارة عن انتقال من دار إلى دار ومن حال إلى حال والله أعلم بما أعددت وما عملت وما ستحاسب عليه في قبرك قبل لقاء الله جل وعلا في الآخرة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يدعو على نفسه بالموت ويتمنى الموت فقال له لا تتمنى الموت فإنك ميت يعني سيأتيك الموت لا محالة لا تتمنى الموت ولكن سل الله العافية بدل ما تشغل لسانك وقلبك بتمنى الموت اشغل لسانك وقلبك بذكر الله جل وعلا ودعاء الله جل وعلا واملأ قلبك بحسن الظن بالله حتى لو ابتلاك الله بضر حتى لو ابتلاك الله بمصيبة ابتلاك الله بمرض احسن الظن بالله وادعو الله جل وعلا أن يخفف عنك وأن يشفيك وأن يجعل هذا المرض وهذا الضر وهذا الابتلاء في ميزان حسناتك والله جل وعلا أهل لأن يظن به كل جميل فقد قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء فظن بالله خيرا لتجد خيرا وإن كنت مبتلى فاصبر على هذا الابتلاء واعلم أن الابتلاء هو محض خير لك تكفيرا لسيئاتك أو رفعة لدرجاتك في الجنة أو زيادة لحسناتك في الدنيا وقد ابتلى الله عز وجل من هم خير منك فقد ابتلى الله عز وجل أنبياءه ورسله بأشد وأشق أنواع الابتلاء وحدث ذلك ليرفع مكانتهم عنده وليعطي المثل لنا في الصبر والصدق مع الله جل وعلا فقد قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل والغرض من الابتلاء كما قل هو رفعة درجاتك في الجنة ومحو سيئاتك في الدنيا وزيادة حسناتك عند الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على ظهر الأرض وليس عليه خطيئة فاصبر واحتسب واصدق الظن مع الله جل وعلا وأحسن الظن بالله ولا تتمنى الموت لا بقلبك ولا بلسانك واحد هنا حيقول لي طب سيدنا يوسف عليه السلام قال توفني مسلمة وألحقني بالصالحين والسيدة مريم عليه السلام أم سيدنا عيسى عليه السلام قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسية وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ففي هذه الأدلة الثلاثة وهذه المواقف الثلاثة حدث تمني الموت من نبي وأم نبي وإخبار نبي عليهم السلام جميعا فيطرى هل ده يجوز ولا لا يجوز صل على النبي كده صلى الله عليه وسلم وركز معايا أما دعوة سيدنا يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين فلها معنيين المعنى الأول أن ربنا أنعم على سيدنا يوسف بكل أنواع النعم تأويل الرؤى وعودة أبيه وأمه وإخواته وأيضا اعتلاؤه منصب كبير في أرض مصر بعد كل هذه النعم دعا ربه اشتياقا للقاء الله وكأنه يقول يا رب بعد كل هذه النعم لا أريد شيئا إلا أن ألقاك وتمن الموت اشتياقا للقاء الله جل وعلا أمر محبوب لا شيء فيه والتأويل الثاني إن سيدنا يوسف عليه السلام دعا ربه بحسن الخاتمة يعني يا رب إذا أردت أن تتوفاني يوما فتوفاني على الإسلام واحشرني في زمرة الصالحين وهذا الأمر أيضا جائز أن ندعو بحسن الخاتمة كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أما دعوة السيدة مريم عليها السلام بقولها يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فهنا أيضا تأويلان التأويل الأول أنها تمنت الموت بسبب خشيتها من الفتنة وبسبب اتهام قومها لها بالزنا والفاحشة والعياذ بالله فخشيت على نفسها الفتنة وتمن الموت في زمن الفتن يجوز شرعا وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون فتمن الموت في زمن الفتن والابتلاءات وانتشار الشر وأهله مما يجوز شرعا أما التأويل الثاني أن السيدة مريم لم تخف على نفسها وإنما خافت على قومها أنهم إذا رموها بالزنا والفاحشة فسيتحملون هذا الوزر والزنب فدعت الله أن يميتها قبل أن يصيب قومها هذه الكبيرة وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه فهذا سيكون أيضا في زمان الفتن وسوء أحوال الناس وسوء أحوال هذا الزمان فيتمنى الإنسان الموت خشية من أن يفتن أو ثقة في لقاء الله جل وعلا وعمله الصالح الذي عمله في الدنيا إذن يجوز تمني الموت في حالتين إما في زمن الفتن وإما أن يثق الشخص في عمله الصالح وفي لقاء ربه فيدعو الله عز وجل ويتمنى الموت اشتياقا للقاء الله فهذا سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول أحب الموت اشتياقا للقاء ربي فهو أيضا يحسن الظن بالله جل وعلا وأيضا يحسن الظن في عمله الصالح الذي عمله تقربا إلى الله ومن هنا كان الاختبار والابتلاء لبعض الأقوام حينما قال الله لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لو كنتم بالفعل صادقين في عبادتكم لله وتقربكم إلى الله وإخلاصكم إلى الله وأيضا متأكدين في لقاء الله لكم وحب الله عز وجل لكم تمنوا الموت يبا إذن يجوز تمن الموت في حالتين فقط عند الفتن وإذا كان الشخص واثقا في لقاء ربه ومشتاقا إلى هذا اللقاء ومعد العمال الصالحة التي تقربه إلى الله جل وعلا ما عدا ذلك فلا يجوز أبدا أن تتمنى الموت خاصة في وقت الابتلاء أو الضرر نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية اللهم أمين